لو انت عايز تنشئ قناة على الواتساب بقي فيها متابعين وأكبر عدد من المتابعين وغير محدودين زي القنوات اللي قدامك دي كده اكتر عدد من القنوات اللي انت شايفها قدامك عاملة قناة على الواتساب انا شرحت الفيديو ده المرة اللي فاتت لكن في بعض الناس لسه علامة انشاء القناة مزارتها شو لما يجي يضغط على كلمة الزائد او علامة الزائد بيحاولوا معلطول على صفحة البحث على القنوات زي ما انتوا شايفين كده حتى كمان لو هي مش ظهرة عندك على التليفون هقولك ازاي تقدر تخليها ظهرة عندك على الكمبيوتر ويلا بنا كده لابداء الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على شهاد تقدر تعمل حساب او تعمل قناة على الواتساب كل اللي عليك بس انا بتروح عندك على المستجدات اللي موجودة تحت دي اضغط عليها ضفطة وبعد كده بتروح عندك على علامة الزائد اللي موجودة في الجنب دي وبيحولك على كلمة انشاء قناة اضغطها على كلمة انشاء قناة هنا وزي ما انت شايف بولك لانشاء قناة للوصول الى عدد غير محدود من المتابعين يمكن لأي شخص اكتشاف قناتك يرى الاشخاص قناتك وليس معلوماتك الشخصية انت مسؤول عن قناتك يعني انت ما ينفعش تضيف حتى مسؤولين او مشرفين في القناة بتاعتك الا في حالة توصيق القناة علشان توصل لاكبر عدد من المتابعين يضغط بس على كلمة مطابعة هنا زي ما انت شايف وبولك هنا تعديل كلمة تعديل اللي فوق دي علشان بيقولك انا عاوز اغير شكل الصورة بتاعت القناة بتاعتك هنا اسم القناة بتضغط هنا بتكتب اسم القناة بتاعتك على سبيل المثال ان انا هكتب هنا تكنو تمام بعد كده هنا بقولك وصف للقناة اكتب الوصف اللي بيكون فيه الكلمات المفتاحية الخاصة بالقناة بتاعتك يعني على سبيل المثال لو قناة تكلم عن الزكاء الاصطناعي اكتب الزكاء الاصطناعي يعني عدد بلاء الزكاء الاصطناعي تمام وبعد كيف تغضع عندك على كلمة انشاء قناة لكن عايز اضيف صورة ممكن تضيح شورة براحتك اضغب بس على كلمة انشاء قناة تحت دي وكده وبروك انت عملت القناة بتاعتك او انشأتها هنا زي ما انت شايف كده هدا ممكن تعمل مشاركة للرابط تمام سواء كنت تشاركها عبر الواتساب او في حالاتك او تنسخ الرابط عايز تشاركها في مكان تاني في على السوشيال ميديا او تشارك الرابط بشكل عام ده ممكن رب بس ابتعد على كلمة نسخ الرابط كده اتنسخ مشاركة الرابط في حالاتي برضو ما كنت تشاركها اعاوز تبعط الرابط لحد تاني من اصدقائك عندك على الواتساب مفيش مشاكل برضو يبقى انت كده انشأت قناة طيب انا عايز احزفها كل عالية بس بضغطها على القناة نفسها ينفوق هنا زي ما انت شايف كده انا المشرف او المشرفين انت المشرف طبعا ده رابط الدعوة اللي بيحولك على القناة نفسها انت عايز تحزف القناة اضغط على حسف القناة وتقول له حسف انهائيا وبتكتب هنا رقم التليفون الخاص بك انت انه بيكون شكل صحيح وبعد كده بضغط عندك على كلمة حسب القناة اللي فوق دي ولكده رقم الهاتف غير صحيح حاول تكتب رقم الهاتف من تاني وفي النهاية كده تم ازالة القناة بتاعتك وخلاص هي تفضل القناوات بتاعتك موجودة يبنى او تلك ازاي تقدر تنشئ القناة وتحزفها كمان من علاقة التليفون لو ما نفعتش معك الطريقة والطريقة ما كانتش ظهرة ولا علامة الزياد اللي كانت ظهرت تعال للمتجزء التاني في الفيديو اللي جاي معك بقى الطريقة التانية والطريقة دي تقدر تنشئ بيها قناة على الواتساب اول حاجة بتعملها تفتح الواتساب عندك على الكمبيوتر تقول عليك بس كده انك بتفتح الاجهزة المرتبطة عندك في التليفون وبعد كده بتوجه الـQR عندك على الكود اللي يظهر لك في الشاشة بتاع الواتساب للوقت ده بروح عندي كده عن العلامة اللي قدامكو دي العلامة اللي فوق دي والخاصة بالقنوات زي ما انت شايف كده تضغط عنيها ضغطة وبعد كده بيوجهك عندك على القنوات بتاعتك ولا كنا البحث عن القنوات سيناكم بكل الكلام ده المهم ما عندي بتضغط عندك على كلمة زائد دي او العلامة زائد وقت انه هنا انشاء قناة اضغط عنيها ضغطة كده وانك انشاء قناة للوصول الى عدد غير محدود من المتابعين خلي بانك بقى يمكن لأي شخص اكتشاف قناتك يرأي الاشخاص قناتك وليس معلوماتك الشخصية انت المسؤول عن قناتك لاحظ زي انت المسؤول عن قناتك يعني ينفع اننا اضيف مشرفين لا مش هينفع تضيف مشرفين والقناة بتاعتك خاصة بك انت لوحدك وما ينفعش يتضيف مشرفين بعد ما توصل لعدد تبير من المتابعين انا شرحت كده في الفيديو اللي فات طيب دلوقتي بضغط عندي على كلمة متابعة وبعد كده بقى بضغط هنا على انشاء القناة بتاعتي بيضب اللي هنا اضافة ايقونة بتضيف طبعا صورة للقناة بتاعتك حمل صورة من الكمبيوتر او حمل صورة من على التليفون بتاعك عادي جدا هتكتب هنا اسم القناة بتاعتك وانا افترض ان هنا هكتب هنا احمد تمام وبعد كده بتكتب هنا الوصف القناة ممكن تكتب الوصف القناة علشان بيساعد الجماهير ان هما بيوصلوا للكلمة المفتاحية بتاعتك يعني لو قنات بتاعتك بتتكلم على التكنولوجيا زي ما انت شايد كده بتضغط على كلمة انشاء قناة طبعا انا عايز اضيف صورة انا نضيف ستشورة بالشكل قدامك كده بعد كده تنزل تحت كده شوية لحد ما يقول لك انا انشاء قناة دور على كلمة انشاء قناة تحت هنا اضافة عليها ضغطة طب كده احنا انشاءنا قناة على الواتساب من خلال الواتساب ويب او من خلال فتح التطبيق او الكمبيوتر بتاعنا طيب دلوقتي انا عايز احسف القناة لو مش عاجباني خلاص كده انا بتحصل على المتابعين وكمان لو انت عاوز تاخد تعمل مشاركة للرابط زي ما انت شايف كده اعمل ارسال الرابط عبر الواتساب او نسخ الرابط تنسخ الرابط او اعاد التوجيه بالتبعات لاصدقائك لكن لو انا عاوز امسح القناة بتاعتي بقى انضغط عليها ضغطة كده وتنزل تحت وتقوله هنا حزف القناة وانك سيتم حزف القناة دائما تقوله هنا حزف لو انت حابب تحزفها وقولك انا اكتب رقم تليفونك علشان تأكد الحزف وفي النهاية تقولك هنا تحت تم حزف قناة او حزف قناة احمد دلوقتي ده انا عملت كده قناة وحزفتها لو انت عايز تعملها زي ما انا قلت لك تقدر تعملها على الويب او حتى كمان على التلفزيون بتاعك وبكده انا شرح انتهى اتمنى ان يكون شرح عجبك لا تنسى ان تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة واشوفكم في حلقة جديدة دم دم بخير مع السلالو